موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الأرباب والخالق لكل شيء من لطائف الأسباب والمستعان على كل أمر من غير الارتياب والصلاة والسلام على محمد وآله الأطياب أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامج آدم وحواء هذا البرنامج الذي يأتيكم بموضوع ويناقش هذا الموضوع من وجهة نظر النساء ومن وجهة نظر الرجال ثم يخلص إلى حل الموضوع وفق الرأي الأسوب وهو رأي الشريعة المقدسة مشاهدين الكرام نتحدث اليوم عن موضوعة مهمة جدا ألا وهي الصدق والكذب وأثرهما على الحياة الزوجية قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم فالصدق والكذب صفتان أحدهما تقود إلى الخير والأخرى تقود إلى الشر فالصدق من المقومات الأساسية في نجاح العلاقة الزوجية واستقرارها بينما الكذب يهدم ولا يبني ويجلب الأسوأ الصدق هذه الصفة الأخلاقية التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال الصدق صلاح كل شيء والكذب فساد كل شيء مشاهدين الكرام نتحدث اليوم عن هذه الموضوع المهمة ألا وهي الصدق والكذب وأثرها على الحياة الزوجية بعدما نشاهد نحن وإياكم هذا الاستطلاع يعني أنا إذا أشوف اللي عايشة بالوقت الحاضر أكثر الكذب من الرجل قبل لا شات المرأة هس الوقت الحاضر هذا زمننا هذا لا اختلفت الموازين أكثر الأحيان اللي عايشة أنا هس الموجود أشوف الرجل يكثب أكثر من المرأة وهذا الكذب نتيجة مو حلوة يعني نقول حبلة شذاب قصير فإذا يكون صريح ويا عائلته ويا أصدقائه ويا أهله ويا قرائبه ويا الله سبحانه وتعالى أمورها ما شيء صحيحة لكن إذا يظل يتشذب يتشذب ينكشف الكذب وصير مشاكل بيها بس المرأة النوبات تكذب على مود مثل العائلة أكراً إذا ضمضم العائلة بالكذب بالكذب تولد مشاكل طبعاً هوايا سموجودين ومن الناس هاي جيران من وراء الكذب بالكذب صار تفرقة بيناتهم لا هو ماكو يكذب أكثر إنما أكو مثلاً شونا نقول لحنا الكذب حتى توقع الحياة الزوجية مستقرة وتمشي يعني بشكل صحيح بس يعني كرجل أو المرأة لا هو ماكو يعني إنسان أكو بمرات يكذب هو طبعاً كذاب مثلاً يخرج يعني شوف غير مسلم يكذب يعني هو الكذب من الصفات مو بس الملبوذة دينياً نعم ملبوذة اجتماعياً طبعاً يكذب إذا كان الكذب مثلاً فتكذب يعني مثلاً يسوي علاقات أخرى ويكذب أو يعني يشتغل في شيء حرام يكذب هذا يكذب على الحالة الزوجية ومدام في شيء محرم شرع إن أكيد يكذب على الحالة الزوجية الكذب موجود في الطرفين الآن الكذب موجود في الطرفين الرجل يكذب في سبيل يخلص نفسه من شيء ما المرأة تكذب في سبيل تخلص نفسه من شيء ما الكذب موجود بس يتقول لي كنسبة ما أقدر أحدد لك النسبة ربما أكون رجال الكذب ما لهم نسبتهم عالية بس أرجع وأقول النساء شوي أكثر أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى شاهدنا وإياكم هذا الاستطلاع الذي بيّن وجهة نظر الرجال حول موضوع الصدق والكذب وأثرهما على الحياة الزوجية وللصدق دور كبير في نجاح الحياة الزوجية واستقرارها فهو يعني الأمان يعني الاستقرار يعني راحة البالة التي يبحث عنها كل الزوجين مشاهدين الكرام اليوم نتحدث عن هذه الموضوع المهمة جدا ألا وهي الصدق والكذب الكذب لا يوجد له مبرر تماماً فهو يدمر الحياة الزوجية وللحديث أكثر عن هذا الموضوع المهم أنتقل وإياكم إلى الأستاذة كفاح الحداد لتبين لنا هذا الجانب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد إذا مؤردنا أن نرسم خارطة لنجاح العلاقات الاجتماعية بكل أنواعها وأشكالها فيعتبر الصدق أهم مقوم لنجاح هذه العلاقات باعتبار أن صدق الأفراد يؤدي إلى زيادة الثقة فيما بينهم وبالتالي يمهد لاستمرار وديمومة هذه العلاقات فبغبالك إذا كان الحديث عن العلاقة الزوجية التي هي تمس خصوصيات الأفراد وتتميز بأن هناك شرائح متعددة تدخل ضمن هذه العلاقة هم الأبناء وربما الجدود أيضا وأيضا هي علاقة مستمرة على مدى الأجيال وهي أيضا تتناول قضايا خاصة بالأفراد ربما لا يعلم عنها الآخرون وبالتالي يجب أن يكون الصدق هو العامل الأساسي للعلاقة ما بين الزوجين كلما زادت مرتبة الصدق وصدق الأفراد فيما قالوا وفيما عملوا طبعا هذا يؤدي إلى زيادة ثقة الطرف بالطرف الآخر وبالتالي هذا يساعد على استمرار العلاقة بشكل إيجابي لكن إذا غاب الصدق وحل الكذب بأي شكل من الأشكال فطبعا هذا يؤدي إلى تزلزل هذه العلاقة وربما يؤدي إلى تهديمها والعياذ بالله في المستقبل ولما نسأل الأزواج لماذا هم يكذبون في تعاملهم مع أفرادهم أو مع الشريك مع الطرف الآخر نجد البعض يعلم أنه تعود على ذلك البعض الآخر يقول مثلا أنه الطرف الآخر الزوج مثلا قد لا يتقبل هذه المفردات أو مثلا الذهاب إلى أماكن معينة أو القيام بأعمال معينة البعض الآخر يعلل أنه يلجأ إلى الكذب لإخفاء بعض الأمور حتى لا تتأزم المشاكل طبعا الذي يقول بأنه تأتاد على الكذب فهو يجب أن يعرف أنه الكذب حرام ويعاقب عليه وبالتالي يستحق العقاب في الدنيا وفي الآخرة والله يحب الصادقين ولا يحب الكاذبين إذا قلنا أنه هناك مثلا أمور تحتاج أنه الطرف أن يكذب في سبيل أن يخفيها عن الطرف الآخر مثلا إذا كان الزوج غير متقبل لكثير من الموضوعات وهناك مشكلة ما بين الأولاد فإذا ما تم أخبار الزوج ربما يؤدي إلى مشكلة كبيرة وقد تحصل كارثة مثلا كما قام بعض الآباء ضرب أبنائهم ضرب مبرح أوصلهم إلى درجة القتل مثلا يحصل عند الآباء الذين يتمتعون أو يمتازون الحقيقة بعصبية مفرطة وعدم تفاهمهم للأمور هنا لا نحتاج إلى أن نكذب الكذب التام وإنما نلجأ إلى أساليب أخرى مثل التورية نخفي بعض الأمور أو نوصل المعلومة بشكل بحيث لا يمكن أنه يضر الطرف الآخر أو يسبب له أزمة تخطئ الأمهات حينما تتصور أن هناك بعض مشاكل الأبناء خاصة المشاكل الكبيرة يجب إخفائها عن الآباء بالعكس الأب يجب أن يكون على الطلاع كامل بمسيرة الحياة بين الأفراد بين ما يقوم به الأبناء وحتى بمشاكلهم ولكن نحن الذين نحدد الزمان والمكان والطريقة والأسلوب التي نخبر بها الطرف الآخر كي لا تحصل هناك أزمة عائلية في داخل البيت البعض الآخر يخفي حتى الخصوصيات يعني مثلا مرتبه ماذا يعمل به يعني وسيلة الدخارة البعض الآخر يحاول أنه يستعمل الكذب كنوع من المسحة تقول أحد النساء أنه زوجها يمتلك محل بقالية ما نسميه سوبر ماركت فكل ما يأتي من البيت يقول جاءتني فلانة وقد تكلمت عنك بسوء وجاءتني فلانة وتكلمت عنك بسوء ولكن هذه فلانة أصلا لم تأتي إلى المكان ولم تتكلم أصلا لكن هو هكذا تعود طبعا هذا يؤدي إلى زعزعة الثقة بين الطرفين تقول الزوجة أصبحت لا أصدق بأي كلام بحيث حتى لو جاء وقال لي الآن مثلا حصل هذا الأمر الخطير أنا لا أصدق لأنه اعتدت على كذبه حتى هذا الكذب المزاح يجب أنه نتركه ونتخلص منه أذكر أيضا يعني مرة كنا في توفي زوج أحد الصديقات فذهبنا للمجلس الترحيم الذي أقامته زوجته ولكن فوجئنا بأنه المجلس مغلق ولا تستقبل أحد واستقبلتنا بعد معرفتها بنا تفاجئنا بأنه الزوجة جدا يعني منصدمة بأن الزوجة كان يملك ثروة كبيرة جدا وكانت هذه الثروة تكفي لكثير من الأمور التي كانت الأسرة محرومة عنها فلما جلست يعني في تذكر يعني كيف كان يخفي هذه الأموال لا يقول لها عن مرتبه عن ما لديه وكانت تعيش الحياة الظنك معه في حين هو لديه هذه الأموال لمن هذا الجمع جمع هذه الأموال يعني وبالتالي تركها هو خسر من يدعو له في ظهر الغيب مع الأسف يعني قالت الحرف الواحد لا أترحم عليه لأنه كان كذا أنا لا أؤيد طبعا قولها مهما كان الله غفور ورحيم لكن أقول لماذا نكذب على الآخرين فعلى هذا الأساس طبعا الكذب في داخل الأسرة يجعل حتى الأبناء يتعابدون على الكذب وهذا أمر خطير لأنهم فيما بعد سوف يدخلون إلى الحياة الاجتماعية فمثل ما كان الكذب وسيلة مستعملة داخل الأسرة يستعملون في حياتهم ويؤدي إلى انصدامهم بكثير من الأمور لأن إذا كان البيت يؤيد هذه الأفكار الخاطئة فالمجتمع قد يقف بوجههم وبالتالي يؤدي إلى حصول تصادمات على هذا الأساس يجب أن نعود أنفسنا على الصراحة بين الطرفين من أجل تدعيم الثقة الأمور الخطيرة والصعبة أو التي لا نريد الإفساح عنها لنحاول بوسيلة أو بأخرى أن نوصلها بشكل أو بآخر بحيث لا يمكن أن تحصل هناك مشكلة كبيرة في داخل البيت الصراحة هي مطلوبة دائما وأبدا وفي كل الأوقات ونحن نعرف أيضا أنه العلاقة الزوجية إذا كانت وبنيت على الصدق في التعامل فهذا طبعا يؤدي إلى أنه تستمر وتيرة التعاون ما بين الزوجين في الأمور الصحيحة والصالحة لكن إذا ضربت هذه العلاقة بسياج وهمي نسميه الكذب أي أن كانت أسبابه فهذا طبعا يؤدي إلى أمور كثيرة البعض يلجأ إلى الكذب حتى قبل أن يقوم ببناء العشة الزوجة من خلال ما نسميه مثلا بالتدليس نجد أنه مثلا يعرفون بنت مثلا لكن عند العقد يأتون بأختها أو بقريبتها ولكن هذا كان محاولة فقط للتدليس والكذب على الطرف الآخر من أجل تمرير الصفقة هذه كلها أمور لا ترضى الله سبحانه وتعالى ولا تجعل البيت مباركا وبالتالي سوف تكون هذه المنفرات تؤدي فيما بعد إلى مشكلات كبيرة من الأمور أيضا المهمة في التعاون ما بين الزوجين هو القضايا الخاصة فيما بينهم والصراحة التامة حول الأمور التي تمس العلاقة مباشرة لا بس أن يكون هناك وعي أو تعريف بالأمور هذه الخاصة ولكن بالطريقة الصحية دون أن يؤدي إلى غضب أو مثلا استثارة الطرف الآخر بشكل يؤدي إلى حدوث مشكلات فيما بينهم هذا الكذب حتى مع الأشخاص الموجودين في داخل الأسرة يعني الجدود مثلا أحيانا البعض مثلا يكذب أمام الجدود مثلا يلقي بتهم على زوجته يلقي بتهم على أبنائه أو بالعكس يعني مثلا في سبيل أن يمرر حالة معينة أو في سبيل أن يبرق نفسه من الساحة ويلقي بالتالي دائما أسقاطاته على الطرف الآخر وكأن الطرف الآخر هو فقط المذنب أما هو فهو الكمال والعياذ بالله والكمال لله وحده هذه أيضا تؤدي إلى إيجاد مساحة من الكراهية ما بين الطرفين تمهد لأنه يكون هناك انفصال نفسي قد يؤدي هذا الانفصال النفسي إذا ما استمرت الحالة هكذا إلى نوع من التوتر والمشاحنات وربما تؤدي إلى انفصال تام في العلاقة الزوجية وهذا ما لا نريدهم إذن نعود أنفسنا أن يكون هناك الصدق والمعيار طبعا الزواج إذا كان من أشخاص على الأقل لهم مرتبة إيمانية معينة فأكيد يجب أن يكون الصدق هو شعارهم لكن إذا تغيرت هذه الحالة من أشخاص أصلا لا ينتمون إلى الإيمان ولا ترفون بهذه الخصال والمكارم الأخلاق فأكيد هذا الأمر يؤدي إلى أنه يكون الكذب هو الواجهة التي ينطلقون بها في تعاملهم مع هؤلاء الأشخاص وأحيانا حتى مثلا الكذب المزاحي قد يكون هذا بشكل له لا يستثير الطرف الآخر لا داعي أن أدخل آخرين يعني أنه أقول مثلا أمر معين أنت جميلة أنت جيدة أنت طعامك طيب قد لا يكون الأمر صحيحا ولكن الله أحب الكذب في الإصلاح وأبغض الصدق في الفساد فهناك موارد معينة يجوز فيها الكذب من بعض إصلاح ذات البين أو لتحسين العلاقة مع الطرف الآخر ولكن يبقى الصدق هو شعار نجاح العلاقة الزوجية والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين شكرا للأستاذة كفاح الحداد على ما قدمته لنا من معلومات مهمة جدا فيما يخص الصدق والكذب وأثرهما على الحياة الزوجية ورسول الله صلى الله عليه وآله يحذرنا من الكذب ويقول إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار مشاهدين الكرام للشرع نظرة حول الصدق والكذب وأثرهما على الحياة الزوجية وما وظيفة الرجل والمرأة حيال الصدق والكذب كل هذه الأسئلة نتعرف على إجابتها مع سماحة الشيخ نور السعدي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وألمان يقول أمير المؤمنين أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب ويقول الإمام العسكري صلواته ربي وسلامه عليه جعلت الخبائث في صندوق وجعل مفتاحه الكذب مفتاح كل الخبائث والخطايا الكذب فما بالك لو جاء هذا الموضوع هذه الكلمة هذه الصفة ودخلت إلى الأسرة الكذب مخالفة القول للواقع يعني إذا قال الإنسان كلاما خالف الواقع فقد كذب ولهذا يحرم الكذب على الله ورسوله يعني أن ينقل الإنسان كلاما يقول هذا قاله رسول الله أو قاله واحد من الأئمة وهو لم يقله هذا من أكبر الكبائر ومن مفترات الصيام هذا شأن الموضوع عندما يدخل داخل الأسرة يجعل الأسرة تعيش في غير الواقع يعني بما أنه هو عدم المطابقة للواقع فسيكون الأجواء ستكون الأجواء داخل الأسرة أجواء غير مطابقة للواقع في حين لو كان الصدق الذي هو مطابقة القول للواقع فسيكون هناك واقعية يعني ليس هناك وهمية وهلامية في تنظيم حياة الأسرة والوصول إلى ما تبغى إليه من نتائج وهو أسرة ناجحة طيب ما هو الداعي ما هو الداعي ما هو الداعي للكذب هذا يطون العلماء عدة أسباب ممكن يقولون أنه ينشأ من التربية يعني هو إنسان في بيت أهله سواء زوج أو الزوجة قد تعود على ذلك ثم يأتي إلى بيت الزوجية فيكون قد تعود على الكذب هذا واحد ثانياً قد يكون واحد منهما بحاجة إلى الاهتمام يكذب بشأن مرض أو حاجة أو قضية معينة ليجلب اهتمام الطرف الآخر إليه وهذا مؤلم أنه الإنسان يضطر إلى الكذب في سبيل تحصيل الاهتمام وممكن أن يكون قد تولد من الخوف يعني الإنسان يخفي يكذب لأنه يخاف من العقاب يخاف من ردة الفعل يخاف من أنه يكون ردة الفعل عنيفة سواء من الزوجة أو الزوجة فيضطر إلى الكذب أو قد يكون التحريض هو سببه قد يكون سبب الكذب المدافع عن الأولاد هذه الرقة العاطفة عند الأم أنها تخفي بعض المعلومات عن الأب أو بالعكس في بعض الأحيان عندنا نساء أمهات هي قاسيات على أولادهم فيضطر الأب أن يخفي أو تضطر الأم أن تخفي بعض المعلومات حتى لا يكون العقاب قاسيا وهكذا ربما تكون هناك بعض أسباب أخرى تؤدي إلى نشوء ظاهرة الكذب أو تنامي ظاهرة الكذب داخل الأسرة ونحن نتحدث اليوم عن بناء أسرة ناجحة يفترض أن تكون هي المثال الذي يحتذاب فيه وإذا بها قد ابتلت بهذا المرض وعليه يشترك الطرفان في تنمية هذا ربما يكون الكذب على مستوى الأب والأم وربما يكون لا سمح الله على مستوى الأولاد يعني أخفاء نتائج المدرسة أخفاء موقف تعرض له لا سمح الله قد يصل إلى مرحلة أخفاء الابتزاز والعياذ بالله أخفاء الاعتداء الجنسي ويكون هناك مبرر وهمي وهو الخوف من العقاب الخوف من ردة الفعل الخوف من أن يكون الموضوع غير مفهوم قد يؤدي إلى التباس يؤدي إلى سوء ظن من الأب أو من الأم وهذا ينبغي الالتفات عليه داخل العائلة يعني ينبغي أن تكون العائلة ملتفتة إلى أن الكذب إذا ساد في داخل البيت يعني أعظم الخطايا عند الله أنه يكون لسان الأم أو لسان الأب لا سمح الله لسان كذب هذا أمر الأمر الآخر إلى أين سوف يذهب بالعائلة يعني اليوم عائلة يسودها هذا البناء الوهمي يعني لبنات وهمية شيء فوق شيء والكذب يجر الكذب حتى يقع الإنسان في حبائل لا يمكن يعني شيء مرتبط بشيء أو ربما يؤدي إلى اكتشاف كذبه مرة أو مرتين فيكون غير محل الثقة يعني يكون كلامه غير مصدق يعني غير موضع لأن ينقل خبرا أو سيكون هناك موضع للشك في أي كلمة يقولها داخل البيت وهذا من هوان الدنيا أنه المرأة تكون غير صادقة أو الزوج ينظر إليها أو هي تنظر إلى الزوج على أنه كذوب يعني كل شيء يتحدث هي في داخلها ترسبات الوهم أو أنه هو لا يتحدث بالصدق أين سوف يذهب هذا بالعائلة يعني إلى أي مدى إلى أي هاوية إلى أي انحدار ممكن أن يصل به البيت الذي يبنى على تلك العلاقة في حين إذا بني على الصدق أي موقف أنه في الصدق نجاة حين لا ينجيك إحسانه إذا الإنسان بنى حياته على الصدق ويكون لسان صدوق يعرف بما امتدح به النبي صلواته ربي وسلامه عليه وعلى طيبنا طهرنا على أنه الصادق الأمين الصادق الأمين هذه صفة النبي التي على ضوءها وبعدها هو طعن في تبليغ الرسالة والتهم زورا وبهتانا باتهامات باطلة ورغم أنه اشتهر بتلك الصفة إذن بناء العائلة على قول الحقيقة وقول الصدق والمصارحة والوضوح وترك هذه المسببات يعني الخوف من العقاب التحريض لعدم القلة الاهتمام هذه أسباب غير مبررة لوجود الكذب داخل الأسرة وتؤدي به إلى عدم تؤدي بالأسرة إلى عدم الوصول إلى النجاح يعني الأسرة الناجحة مبنية على علاقات صحيحة ومبنية على أسس صحيحة إضافة إلى كل المنظومة الأخرى احنا اليوم نتحدث عن جزئية إضافة إلى كل المنظومة الأخرى الأخلاقية والعقائدية والفقهية التي تنظم الحياة يكون لها باب يوصلها باعتبار أن الإنسان سوف يكون مصدق الكلمة فيكون نقل كل تلك الأمور بأمانة إلى الجيل فضلا عن نقلها إلى الزوجة سأل الله تبارك وتعالى أن يطحرنا وإياكم وإلسنتنا من الكذب وقلوبنا من الرياء تبارك وتعالى أنه على كل شيء قدير أحبتي أسألكم الدعاء وأترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لسماحة الشيخ نور الساعدي على ما قدم لنا من معلومات مهمة جدا مشاهدين الكرام كذبة تلوى أخرى تجعل الآخر يفقد احترامه لك يضع كلامك موضع الشكوك دائما ومهما قلت لن تصبح محل ثقة تماما فالكذب يشوه جمال أي علاقة كانت ورسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يحثون على الصدق والتحلي بهذه الصفة الأخلاقية العظيمة فعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال زينة الحديث الصدق وقال أيضا عليكم بالصدق فإنه باب من أبواب الجنة وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام قال النجاة مع الصدق إذن مشاهدين الكرام تكون نجاة الإنسان وسعادته في الصدق وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في أمان الله وحبظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر